اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا جاي الصبح قالتلي معقول في فوائد للحمل كلنا منسمع انه اشياء يعني تعب وهيك فلق في فوائد عملناها قبل واليوم اخترت عمل اشياء المشاكل وايش حلولها رح ابدأ بحرقة المعدة هي من اكتر اشياء اللي بتصير خلال فترة الحمل ممكن تصير ببداية الحمل ممكن تصير بنهايته وممكن تصير بالنصف فما الهواءت محدد عادة حرقة الحمل حرقة المعدة بتصير من اشيين اول اشي انه الطفل بيكون ضاغط كتير على المعدة من فوق فكل ما يضغط اكتر كل ما الاكل ما بيقعد لفترة طويلة بالمعدة بيضله ينضغط لفوق تاني اشي انه هرمونات الحمل دايما بتخلي كل العضلات تبعت الست تكون مرتاحة فالعضلات من ضمنها يعني راس المعدة او باب المعدة من ضمن العضلات اللي مفروض انها تكون مرتاحة خلال فترة الحمل من الهرمونات اذا هذا باب المعدة بيكون مرتاح بيخلي الاكل والعصارة المعدة تظلها تمرق لها برا اه اوكي هلا زمان اش كانوا يحكوا لما الست يصيبوا هالحرقة بيحكوا بلش الطفل يطلع شعر شعر لا مش صح لا لا علميا ما له علاقة اوكي هي تفسر علميا بهدول الاشيين يعني باب المعدة بيكون راخي شوي راخي شوي بالضبط فبتطلع العصارة لبر او او البيبي بطلو يتفش لفوق اوكي طب شو الحلو هنالتنين مع بعض الحلو الاول اشي انها توقل وجبات خفي يعني صغيرة على فترات متقطعة هذا اول اشي بيساعد تاني اشي بيساعد للحرقة هي العلكة العلكة تعتبر من الاشياء الناتشرل او طبيعية الممكن الست تخدها بعد كل وجبة كبيرة لانها بتخلي المعدة تهضم اسرع وبتخلي العصارات تظلها تنزل لتحت هلأ ننتبه من العلكة ننتبه من العلكة انه ما تكون مثلا فيه ستات بدايقوا من طعم النعنى ممكن يزد لهم العيان فيه ستات بدايقوا من طعم الفواكب بيزد لهم العيان او الحلو كتير فيشوفوا يجربوا اشي العلكة اللي بيزبط معهم ويعملوها زي عادة بعد كل وجبة تقيلة يعني ياخدوا العلكة هيك بتظل العصارة نازلة لتحت بس ما فيفرق يعني اذا بتنزح انت بنعنى او باشي بدون سكر حسب كل ست هيشو بترتاح بالزبط العلكة بشكل عام بتفيدها بيهيك بالزبط وتعتور من الاشياء الطبيعية اللي بتعالج حرقة المعدة خلال فترة الحمل تاني اشي ممكن تلجأ للأدوية اللي بتسميها انتي أسد اللي بتلاقيها بالصيدلية على الرف بتعالج الحرقة زي يعني الانتي أسد هاي كمان بتعالج الحرقة كمان ممكن انها الجنجر مرات بيساعد بعض الستات بهاي الفترة الجنجر هو زنجبيل الزنجبيل بيساعد وكمان انه لما تنام تنام وهي قاعدة او يعني قبل ما تنام بيقى كم من دقيقة تحط مخدات من وراء هيك بتكون هي قاعدة فبيخلي العصارة تظلها نازلة والحضم يشتغل وما بتطلع لبراء وكمان ماتوك الوجبة تقيلة قبل النوم بدي أرجع موضوع مضادات الحرقة في محادير معينة للستة الحامل يعني الانواع التجارية اللي احنا متعودين ناخدها لما نحس بالحرقة هي عادة تقدر تأخذها هي بتقدر تأخذها بس اللي فيها أدوية زي مطلان اللي بيشتغلوا على المعدة من جوا هاي ما بتقدر تأخذها إلا باستشارة الطبيب أوكي وإذن يعني الجلوس بشكل خلينا نحكي عمودي عمودي قبل النوم قبل النوم يعني اللي يحلل بيقلل من الحرقة أوكي حلو الزنجبيل منقوع أو كيف الزنجبيل ممكن منقوع ممكن توكله كمان بيساعد بالعيان اللي بيصير بفترة الحمل حلو طيب العيان هاي الوشكل الكبيرة اللي أنا بشوف عن جد سيدات كتير بيعانوا منها صح ومن ضمن برضو أشخاص بيعرفهم مش أول ثلاثة شهر بيكملوا لتسعة شهر هم عندهم بيكمل صح هلا الاشي اللي منيحنه معظم الستات الحوامل على الأسبوع 16 للأسبوع العشرين بتخفي كتير العيان ببطل يعني زيادة زي قبل مننصح انها تأكل اشياء بسكوت مالح أو اشياء تقعد بالمعدة خبز مثلا محمص هاي بتخلي العيان يخف يعني كربوهايدرات تكتر يعني هيك خبز يقعد بالمعدة لان هي راح تضلها تراجع ما تركز بهاي الفترة على انه بتهتاخد اشياء مفيدة وهذا مش مفيد لا بدنا اي اشي يقعد بالمعدة لانه راح تضلها تراجع تاني اشي انه يفضل تنام لما يكون عندها كتير العيان وحام لانه النوم بيخفف كتير من العيان لما تكون عم تتعب والتعب بزيد من العيان وبتبتلها حاسب الشعور يمكن لما تنام بتسكت بزبط هلا فيه ادوية ممكن تتاخد تخفف العيان وهي آمنة للحوامل بس لازم تسأل دكتورها عنها بتخليها تنام اكتر وبتخفف العيان من الاشياء الطبيعية اللي بتساعد كمان الزنجبيل انه تنقعه اوتو كله كتير بيخفف من العيان حلو يعني عم تنصح فيه لهلا لكل للحرقة والعيان في مثلا بيحكولها اللوز بس مع لوز بعرش اذا بفيد يعني فيه ناس مثلا ممكن يتجاوبوا مع الزنجبيل او مع اللوز وفيه ناس ما ما بتجاوبوا تجرب كل شيء فكل حدا شكل بس انه الدراسات اثبتت انه زنجبيل كتير خفف من قصة العيان تمام الادوية اللي بتقيم او بتخفف من العيان يعني فيه خطورة عليها اذا استمرت عليها خلال التسعة تشهر او كل فترة الحمل عادة ما فيه خطورة من فضل ما تستعملها كتير بس هي امنة للحوامل تمام الاربة مفيدة الاربة مفيدة للحوامل اه يعني معظم الحوامل بيخافوا من الاربة بيقولك انه سخنة بتأثر على البي بس كتير كتير الها فوائد حلو طيب فيه كمان التنفخ اللي يصير تنفيخ الجرين والإيدين بالاطراف مرات إجرين ومرات إيدين مرات تنين هلا اول اشي تنفيخ الإيدين مرات قد ما يصير فيه تنفيخ بالإيدين بدرب على الأعصاب بالإيدين وبتعمل زي مرض بس بفترة الحمل انه ما بتقدر الست تحرك إديها بهذه الطريقة بضلوا هيك متشنجين هذا بخف انه إذا بالليل وهي نايمة بتلبس المشد اللي بمسك هاي المنطقة الرسخ بالضبط فيه مشدات تنبع باستيضالية تمسك الرسخ فلما تمسك الرسخ وهي نايمة طول فترة النوم بتفيق ما عندها هذا التشنج فلا كل الستات اللي عانوا من هاي بفترة الحمل يستعملوا المشد للرسخ للإيدين طبعا هو بيكون بالإيدين هذا الحل طبعه ما في مشاكل انهم يناموا فيه ما في مشاكل انهم يناموا فيه عادي ما يشدوا كتير طبعا بس هو عادة هاي المشكلة بتصير من تنفيخ المي بتضغط على الأعصاب احتباس المي طب هو من شو بيصير أصلا انه شو عم بتكون المشكلة عادة احتباس المي بيصير من الهورمونات ولانه الهورمونات بتخلي كل العضلات الدقيقة بالجسم ترتاح او العضلات الهيكة الخفيفة ترتاح فلما ترتاح المي بالجسم بتضلها جوة ما بتصير تطلع لبرة على المحلات اللي بتطلع اوكي اذا هذا للإيدين عم تنسحب المشد ما في حركات بتخفف صعب لانه كل ما تحرك إيدها رح تتوجع وصعب تحرك إيدها يعني هيك بيكونوا الإيدين ما بتحركوا اوكي فالمشد بس المشد لانه بيخفف انه يضل يوصل دم ومي هون فبتصير طبيعية تمام اذا مش متوفر المشد بقدر ألف اشي ممكن تلف اشي يعني من المقماشة بس الحلو بالمشد انه بيشد من هاي المنطقة كمان اه طبعا هو هو العصب هون اه طيب والاقدام تنفيخ الاجرين وعادة بيصير تنفيخ بكل محل حتى بالوج بس تنفيخ الاجرين كتير مهم ننتبه له اول اشي تنفيخ الاجرين كمان بيصير من الهرمونات وتمريق المي للزيادة مع الدم للعضلات تنفيخ الاجرين منحله بانه الست ما توقف كتير اوكي ترفع اجريها لما تكون قاعدة اوكمان ما توكل نشويات كتير خصوصي بفترة الليل اذا اكلت نشويات زي الرز المعكرونة البطاطا الخبز هاي النشويات تمسك كل المي للزيادة بجسمها اوكي وبتحبسو بعدين بتصير تطلعو خلال فترة الليل او فترة النهار ولما تطلعو ما بتطلعو بشكل صحيح انه ينخرج بره الجسم فبتطلعو على المناطق التنفيخ فمننصح انه تقلل من النشويات وتزيد بروتينات بروتينات زي اللحمة هذا عن تحكي عن الوجبل بالليل الوجبل بالليل وممكن طبعا نزيد الخضرة الخضرة كمان بتساعد وتشرب مي اكتر من ما لازم بتخفف التنفيخ هلأ بالشوب هلأ تكتر مي تكتر مي كل ما كترت مي كل ما بتغسل المي للزيادة وبتطلعها لبره انا فكرت انه تقلل مي لا لازم تكتر مي هلأ بالشوب عم بصير عنا تنفيخ اكتر فيفضل تحط اجريها بمي باردة مع تلج بخفف كتير من التنفيخ لانه بسكر كل الدم او بسكر كل الشعيين الاوردة والاوعية فبتخفف من التنفيخ اذا ما تكتر من النشويات تكتر بروتينات بالضبط وتشرب مي زيادة وانه تحط الاجريين بمي امتلجة طبعا ولازم دائما ترفع اجريها وهي قاعدة ويفضل انها ما توقف كتير اه تتجنب الوقوف في كمان عندهم مشكلة بيصير ما في بقدرواش يلبسوا اي اشي بي اجرهم طبعا من التنفيخ هلأ كمان اللي بفيد التنفيخ ووجع الظهر كمان انها تلبس كعب اربعة سانتي ترفيا دول الكعوبة الفلات مش الكعب اللي هيك الكعب الفلات اللي هيك بيكون مستقيم اللي هو قطعة واحدة ما في اشي طالع قطعة واحدة بس يكون اربعة سانتي شوي من ورا طالع اكتر من قدام هذا كتير لقوا انه عم بيخفف من وجع الظهر عم بيخفف من النساء اللي عندهم عرق النسا عشان عرق النسا مرات بضرب وقت الحمل زيادة وبيخفف من تنفيخ الاجرين عشان منلاقي دايما الحوامل انه بلبسوا الزحف الزحف تماما مش منيح اه مش منيح للحوامل منفضل انه الحامل تلبس الاربعة سانتيمتر يعني الكعب اربعة ويكون فلات مستوي شوي طالع من ورا اكتر يعني بده هتدور كتير بتذكر انا وانا حامل كتير دورت على هذا الاشياء بده هتدور كتير مش كتير لقيت لا اصرت يعني انا اشوف من اللي عندي اه اوكي يعني الزحف والزحاف تماما موميح زحاف تماما موميح بزيد التنفيخ بزيد واجع الظهر وممكن للنساء اللي عندهم عرق النساء بزيده عرق النساء هو وجع هيك بضرب من الفخد من تحت على الاسفل الظهر حتى باول اشهر او باخر اشهر يعني ما ننجأ لل يفضل بالاخر هي هاي الاشياء بتبين اكتر بالاخر بس عشان تتعوض من الاول ويكون احسن طب ايش مخاطر الكعب العالي انا بعرف بشروف ستات وعادي بيلبسوا كعب عادي كعب عالي وبيقولي عادي مرتحين عليك هلأ ما في دراسات اثبتت انه الكعب العالي خلال فترة الحمل له مخاطر باش هو مخاطر يعني على الكل انه يعني بيخرب العظام العظام والضهر اش في كمان مشاكل خليني اشوف اذا غطينا احنا حكينا عن الحرقات تشنج بالاجر بدي بس اغطي شغلة بتورم الاجرين اذا عندها الست تورم بالاجرين مرات التورم بوصل هيك لنص بطة الاجر وهذا طبيعي انه يوصل هالقادة التورم اذا التورم طلع لفوق ووصل عند الركبة او تحت الركبة بشوي وكان مصاحب لوجع وجع كتير ممكن انقول انه هاي جلطة بالاجر وهاي بتصير كتير عند الحوامل فيفضل اذا حست بوجع مع تورم الاجرين انه تراجع دكتورها على طول ما تزكت عن هذا فيه برضه من المشاكل النوم هاي حالة النعس اللي بتصيب الست انا بحكي اللي نعسانة تنامت اشتهل انها ترتاح هذا اشي طبيعي بيصير بالجسم لانه النوم بزيد من وزن البيبي فاذا كانت نعسانة معناته البيبي تبعها بحاجة لوزن زيادة وراحة ولما تنام بيمرؤ اه هيك معناه بزبط لما تنام بيمرؤ البيبي اكتر دم والدم هذا بيكبره وبيعطيه كل احتياجاته يعني كل منامت كل مرتاحة احسن للطفر طبعا حلو فيه كمان كنت عم بفكر انه فيه سيدات بيصيروا بدهم يمشوا كتير ويتحركوا زيادة يعني بطريقة شوي هوس عشان ما تكسب وزن وتحافظ على الرشاق واللياقة صح كتر الحركة بيخوف؟ كتر الحركة اذا كانت هي عم تلهت بيخوف لانه اذا عم تلهت بنقص اكسجين عليها وعلى البيبي فهذا ما بدنا اياه الحركات اللي منحبها باخر فترة الحمل هي انها تطلع وتنزل درج لانه هذا بيحرك عظمة الحود وبيخلي البيبي يتحرك المشي بس الدرج اكتر والارفصة اكتر هذا بالتاسع وفوق لما تصل لشهر التاسع ده اشكرك رولا دائما اهلا شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة